كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها قرآننا نبض الحياة وعزها إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النور مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين وقد وصلنا إلى الحديث العاشر وقد كنت قرأته وبدأت فيه في الحلقة السابقة حديث أبي بكرة نفايا بن الحارس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله السعل هو أبو بكرة رضي الله عنه هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبي والحديث متفق عليه أي روال بخاري ومسلم النصيحة إذا أردت أن تستفيد استفادة أكبر فيكن بين ذلك كتاب رياض الصالحين كتاب رياض الصالحين والحمد لله متوافر في غالب البيوت كتاب رياض الصالحين يتابع على أقل الحديث الذي نحن نتكلم عنه ولا تقول هذه المسائل العلمية لا شأن لنا بها وهو الذي جعل الأمور يختلط الحابل بالنابل وجعل الكثير من الناس يصدقون أي أحد يتكلم في أي شيء هو قلة العلم هو قلة العلم فلو أننا صبرنا على العلم ولا توجد أمور مستغلقة نحن نبسط بفضل الله سبحانه وتعالى ليفهم الجميع فلو أن الناس استمعوا إلى العلم وصبروا على العلم ما كان دخل عليهم كلام أي أحد يتكلم في أي شيء وخاصة عندما يتكلم في الدين فصار الكلام في الدين لكل أحد يتكلم في الدين الدين ليس حكرا على أحد إنما بالعلم تعلم وتمكن ثم أنظر وتكلم أطلب العلم أولا في أن يتكلم أي أحد لا يعرف شيئا عن شرع الله سبحانه وتعالى ويفتف المسائل ويقاعد المسائل فهذا بسبب والناس يتلقون هذا ونعيش في الفتاوى والاتصالات ونرى ذلك بأعيننا ونسمعه بآذاننا من أجل عدم صبر الناس على العلم على العلم وفهم وفهم العلم الشرعي والله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد بواب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل أن تقول وقبل أن تعمل لابد أن تسأل في المسائل نعود لحديث أبي بكرة رضي الله عنه وذكرت أنه كنية بهذه الكنية لأنه نزل تدل ببكرة من أعلى حصن الطائف لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الحصار على الحصن فإن أبا بكرة رضي الله عنه تدل ببكرة من أعلى الحصن ورأينا أنه بسبب هذا الحديث لم يشارك في الحروب التي دارت بين الصحابة واستند لهذا الحديث حتى أن الأحنف ابن قيس المخضرم لما ذهب إليه وقال ذهبت لأنصر ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلخياني أبو بكرة رضي الله عنه قال أين تريد فقلت أنصر هذا الرجل وفي رواية أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الحديث إذا التقى المسلمين بسيفيهما فنصحه أن لا يشارك ألا يشارك ونحن لسنا بصدد عن الكلام عن الحروب التي دارت بين الصحابة من ناحية فطها ومن ناحية أحكامها ومن ناحية جوازها نحن لسنا بصدد الكلام عن هذا الآن لكني أتكلم عن أبي بكرة رضي الله عنه الذي اتكأ على هذا الحديث في عدم دخوله في الحروب التي دارت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما قاصدا كل واحد منهما قتل صاحبه يعني هذا يريد قتل صاحبه وهذا يريد قتل صاحبه ففي الحديث العقاب على من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها وأبو بكرة رضي الله عنه كما ذكرت تمسك بهذا الحديث في ترك القتال في الفتنة وذكر السيف هنا على سبيل المثال على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل وليس وليس على سبيل التعين بل إذا التقى المسلمين بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النه فلا نقول لا الحديث بالسيفين فقط إذا التقوا بالسيوب فقط يعني إذا التقوا مسلمين ببندقيتين أو بمسدسين وكل واحد عزم على أن يقتل صاحبه نقول لا يدخلان في الحديث لأن الحديث يتكلم عن السيفين لأن هذا كان هو الموجود القتال المتواجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي رضي الله عنه يسأل عليه الصلاة والسلام وقد استشكل عليه فيقول فما هذا القاتل هذا القاتل يا رسول الله هذا القاتل عليه الصلاة والسلام فما بال المقتول هذا القاتل كونه في النار واضح لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا فهو في نار جهنم لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهنا يعني يسمى هذا بالتسليم يعني سلمنا أن القاتل في النار سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول كيف يقتل ويكون في النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان حريصا على قتل صاحبه لذا عزم وعقد القلب وخرج بالسيف يريد أن يقتل صاحبه ولكن الآخر سبقه فقاتله فتكون العقوبة هنا بنية القتل وبالعمل وبعزم القلب وخرج وعمل وأخذ سيفه وذهب ليقتل الآخر لذا قال النبي السلام لأنه كان حريصا على قتل صاحبه ففي الحديث أيضا أعماله بالنيات لذا فإن الإمام النووي رحمة الله أورده في باب الإخلاص وأحضار وأحضار النية وهناك فارق بين هذا الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه سعيد رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهلي فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد فهو شهيد عند الترمزي وغيره لأن هنا الأمر يختلف هذا يدافع عن دينه يدافع عن نفسه يدافع عن عرضه فهنا لا يكون كمثل الآخر الذي قتل يعتدي خرج يعتدي والآخر القاتل خرج يعتدي فكلاهما خرج للإعتداء على الآخر وإرادة قتل الآخر لكن هذا سبقه فقتل هذا لكن هنا هو يدافع عن دينه يدافع عن نفسه يدافع عن عرضه يدافع عن ماله فهنا هو شهيد وهنا شهيد وهذا الذي اعتدى عليه هو الذي في النار ورغم أنه مقتول لكنه في النار لأنه صائل يعني هو اعتدى عليه بغير حق وإن قتل هذا المدافع عن دينه عن عرضه عن ماله فهو شهيد وهو في الجنة بإذن الله رب العالمين في حديث أبي بكرة فالقاتل والمقتول في النار دليل على عظم جريمة القتل دليل على عظم جريمة القتل وفي الاستفسار عما أغلق عليك تسمع مسألة تسمع إجابة السؤال قد يغلق عليك فعليك أن تسأل فعليك أن تسأل لما سأل فما بال المقتول فما باله المقتول يقول الخطبي هذا إنما الحديث يكون في اللذين يقتتلان على غير تأويل على غير تأويل بل على عداوة أو عصبية أو طلب دنيا أو طلب دنيا أما من قاتل أهل الباغي فقتل أو دفع عن نفسه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بالزب عن نفسه غير قاسد قتل صاحبي يعني هنا يقول أنه الأمر يختلف الذي قرجه لقتال أهل الباغي واعتدوا عليه ولم يندفع ظلمهم واعتداؤهم إلا بقتلهم فهنا لا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بقتال أهل الباغي وهو لم يقصد أن يقتل صاحبه كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنتقل إلى الحديث الحادي عشر حديث الحال عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الغضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه متفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة لذا سنطيل النفس عنده لنقططف منه أزهارا بإذن الله رب العالمين أبو هريرة رضي الله عنه سبق تكلمت عنه يعني ترجمة موجزة عنه رضي الله عنه كالطريقة المتبعة فإننا ننظر هل هناك زيادات في روايات الحديث نعم ننظر إلى الرواية صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين درجة الرواية التي معنا بضعا وعشرين درجة وفي رواية صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده وفي رواية صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين سبعا وعشرين كلها مثل صلاته في بيته وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة من بيته إلى مسجده إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهلي إلا الصلاة وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم صلي عليه اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه بهذا كانت جمع لروايات أخرى من خارج الصحيحين وهي صحيحة وهي صحيحة بإذن الله رب العالمين كما قلت الحديث حديث فيه فوائد كثيرة ويبين فضل صلاة الجماعة للرجال وسنقططف منه أزهارا بإذن الله رب العالمين أول هذه الأزهار هي في فضل صلاة الجماعة في فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة فضلها ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة وإذا سأعود إليه الصلاة في الفلاة نعم وعند البخاري صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز الفرد بخمس وعشرين درجة وعن أثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه عند مسلم وغيره وعن أثمان أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله نعم عند مسلم وغيره وعند الترمزي من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة فهذا يوضح ربما يشكل علينا الحديث منطوق الحديث الذي ذكرته عند مسلم لو من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى ليلة كلها فيشكل علينا أن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليلة بكامله لكن الرواية الترمزي مفسرة فبيّنت أن من صلى العشاء في جماعة له أجر قيام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة له أجر قيام النصف الآخر فهو كمن قام الليلة الليلة كله وعن أبي ريرت رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة تهجير والمشي في الهاجرة في الهاجرة ويعني في شدة الحر في شدة الحر ويدخل معنا هنا في المعنى المسارعة إلى الصلاة كل الصلاوات قبل دخول وقتها ليتحصل على فضل فضل انتظار الصلاة على فضل انتظار الصلاة فهذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل صلاة في فضل صلاة الجماعة في فضل صلاة الجماعة فرواية أن تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا عن أبي هريرة مرفوع عند البخاري رواية صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا عن أبي هريرة مرفوع عند مسلم رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الجماعة تعدل خمس وعشرين من صلاة الفز فرد ده مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة وسلام رواية صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده عن أبي ريرا رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند مسلم في هذه الروايات نرى فيها بخمس وعشرين جزءا خمس وعشرين درجة وبخمس وعشرين ضعفة كلها تبين فضل صلاة الجماعة وهذه الحديث كلها جعلت الأفضلية خمسا وعشرين درجة إلا ما رواه ابن عمر فقد جعلها سبعا وعشرين جزءا سبعا وعشرين درجة ولا منافاة بين الروايتين لا منافاة بين الروايتين كما سنرى إذن صلاة الجماعة صلاة الجماعة لها فضل عظيم لها فضل عظيم ونحن ذكرت بعضا من الأحاديث التي بيّنت فضل صلاة فضل صلاة الجماعة نعم بهذا كان في فضل صلاة الجماعة في فضل صلاة الجماعة نعم أريد أن أقف على الروايتين الرواية التي فيها بخمس وعشرين درجة والرواية التي فيها بسبعين بسبعين وعشرين درجة بسبعين وعشرين درجة نعم الروايات وردت بخمس وعشرين درجة أو بخمس وعشرين ضعفات رواية ابن عمر ردى الله عنهما وهي رواية متفق علي في أعلى درجات الصحة وردت ب27 درجة فكيف نجمع بين الروايتين لا منافاة بين الروايتين فهناك أوجه للجمع ذكر الإمام النووي قال إن هذا مفهوم عدد ومفهوم العدد فيه خلاف بين الأصوليين وهذا سأرجع إليه سأرجع إلى مسألة مفهوم العدد هذه وقال وجه الآخر أن يكون أخبر أولا بالقليل يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا بفضل صلاة الجماعة 25 تعد لصلاة الفاز ب25 جزء ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل ب27 جزءا فأخبر به فأخبر بها سنقول هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ يعني معرفة تاريخ أن من ذكر رواية الخمسة وعشرين تقدم عن من ذكر رواية السبعة وعشرين يعني من ذكر رواية السبعة وعشرين تأخر ونحتاج إلى معرفة التاريخ لكن عندنا قرينة هذه القرينة هي عظم فضل الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى من عظيم فضل على المسلمين أنه لا تنزل الدرجات وإنما ترتفع وإنما ترتفع هذه القرينة هذه القرينة يعني تجلي أو تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ما نقص الأجر بعد الزيادة لكن العكس الزيادة بعد النقص فيكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلم الله سبحانه وتعالى بزيادة فضلية فأخبر بها الوجه الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فتكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة بالمحافظة على هيئاتها على خشوعها على كسرة الجماعات على فضل من يصلي معهم على شرف البقعة ونحو ذلك هذه الأوجه ذكرها الإمام النوية على رحمة الله في المجموع في المجموع الحافظة بن حجر أضاف وجها آخر قال إن السبع والعشرين للصلاة الجهرية وإن الخمسة والعشرين للصلاة السرية قال إن السبع والعشرين للصلاة الجهرية وإن الخمسة والعشرين للصلاة السرية هناك أوجه أخرى يعني أعرضته عنها ذكرت هذه الأوجه الأربعة سريعا أشير إلى ما ذكره الإمام النوي لهما أسألت إيه مفهوم العدد ده الذي فيه اتخلاف بين الأصولين سريعا كده سريعا لن أطيل فيها هو مصطلح مفهوم العدد ده مصطلح مصطلح يعني يذكر الأصوليون في باب مفهوم المخالفة في باب مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه مفهوم العدد أنه هل يعلق الحكم الشرعي على العدد المسكور في النص أم لا يعلق على العدد المسكور في النص فمثلا في قول سبحانه وتعالى فاجلدوهم سمانين جلد فاجلدوهم سمانين جلد هذا مفهوم عدد يعمل به وهو حجة فلا زيادة على السمانين وهذا مفهوم العدد حجة عند جمهور الأصوليين عند جمهور الأصوليين لأن هناك منهم من ذكر أن لا حجة له وأن مفهوم العدد لا حجة له فالراجح عند جمهور الأصوليين أنه حجة لكن على شرط أن لا يقصد به مجرد المبالغة والتكسير فإن قصد به المبالغة والتكسير فهنا لا يعمل كما يجري على لسان العرب أو على ألسنتنا لما تقول لأحدهم أنا قلت لك ألف مرة من قبل هنا أنت لا تقصد الألف مرة لا تقصد ألف مرة على حقيقتها وإنما أنت تقصد المبالغة تقصد المبالغة فهنا مفهوم العدد هنا لا يعمل به لا يعمل به لأنك لا تقصد حقيقة العدد ولكن تقصد المبالغة والتكسير قلت لك من قبل مائة مرة قلت لك من قبل ألف مرة فهذا المقصود منه المبالغة فهذا لا يعمل به على عكس الأعداد التي ذكرتم مثالا لها فجلدهم سمانين جلدة أنه مفهوم العدد يعمل به هنا هذا كانت أوجه للجمع بين رواية الخمسة عشرين درجة أو خمسة عشرين ضعفا ورواية السبعة وعشرين ضعفا نأتي بعد أن تكلمت عن فضل صلاة الجماعة في الحديث لا ينهزه لا ينهزه إلا الصلاة يعني لا يخرجه ينهزه لا يخرجه من بيت إلا الصلاة لا يخرجه من بيت إلا إلا الصلاة بضع بضع وعشرين درجة في هذه الرواية التي لم يذكر فيها خمسة عشرين ولا سبعة وعشرين بضع بكسر الماء أو بضع بكسر الباء مع ذرة أو بفتح الباء أو بفتح الباء يعني بكسر الباء وفتحها ما بين الثلاث إلى التسع وقيل من الثلاث إلى عشر لكن هنا ذكر خمسا وذكر سبعة صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل في جماعة أي في المسجد أي في المسجد تزيد على صلاة في بيته جماعة كانت أو فرادة صرح به الحافظ في الفتح يعني هنا صلاة الجماعة في المسجد تزيد على صلاة الرجل في بيته حتى لو كانت جماعة كما صرح الحافظ في الفتح المراد صلاته في بيته أو صوقي بمفردي أم أن المراد أن المقصود أن الصلاة في بيته أو صوقي بمفردي ليس في جماعة يقول الحافظ في الفتح مقتضى الحديث أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت جماعة أو فرادة تزيد على الصلاة في البيت جماعة أو فرادة وقال ابن دقيق الايد والذي يظهر لي أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غير منفردة لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردة يعني في الغالب أن من لم يأتي المسجد في أنه يصلي بمفرده والظاهر من الحديث أن التضعيف التضعيف السواب والأج يختص بالجماعة في المسجد وإن كانت الجماعة في السوق والجماعة في البيت لا شك أفضل من أن تصلي بمفردك لكن ليست المقصودة بمضاعفة الأجر إلى 25 ضعفة أو 27 ضعفة من أسباب تضعيف أجل صلاة الجماعة في المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء بأول سبب إحسان الوضوء يأتي بأركانه وسننه ومستحباته فأول شيء إحسان ويصبغ الوضوء إحسان الوضوء الأمر الثاني الذي يؤدي إلى تضعيف الدرجات ثم أتى المسجد ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فهنا النية فهو ما أخرج من بيته إلا الصلاة فما خرج من بيته إلا لأنه يريد الصلاة في المسجد ثلاثة لم يخطو خطوة هو لا يريد إلا الصلاة نعم لم يخطو خطوة من بيته إلى مسجده إلا رفعه الله بها درجة حط عنه خطيئة وحط عنه خطيئة رفعه الله بها درجة أي بسبب هذه الخطوة يرفع درجة مرتبة ومنزلة وتحط عنه خطيئة أي توضع عنه خطيئة أي زنبا زنبا وكان في الصلاة كان في الصلاة أي في سواب الصلاة ما كان في سواب الصلاة طالما هو ينتظر الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه أي إن جلوسه من أجل الصلاة وانتظار الصلاة والملائكة يصلون على أحدكم يدعون له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم ارحم اللهم اغفر اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يؤذي فيه لا ينهزه إلا الصلاة اعتبار الإخلاص اعتبار الإخلاص وصدق النية والحديث إشارة إلى بعض الأسباب التي ترفع الدرجات ترفع الدرجات من هذه خمسة قيود أو شروط لتتحصل على هذه الدرجات العليا المذكورة في الحديث أول هذه الشروط أو القيود توضع في أحسن الوضوء ثم أتى المسجد يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة نيته أنه خرج من بيتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة وأربعة ما لم يحدث فيه تحسب له صلاته لأنه في انتظار الصلاة ما لم يحدث يأتي بحدث فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يؤذي فيه أحد هذه خمسة هذه خمسة يؤدي إلى رفع الدرجات السواب أنه واحد لم يخط خطوة من بيتي إلى المسجد إلا رفعه الله بها درجة كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة وكل خطوة تحط عنك خطيئة اتنين فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة ويتحبسه لا يمنعني أن قلبي إلا الصلاة أربعة وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم صلى عليها اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب علي اللهم تب علي فهذا يؤدي كلها تؤدي إلى تكسير الحسنات تكسير الحسنات وإلى حط حط السيئات إلى حط السيئات وفي الحديث الاجتماع والتعاون على الطاعة والألفة بين جيران المنطقة جيران الحي ففي صلاة الجماعة تعارف البعض على البعض فتجد الألفة تحدث بين أهل الحي وبين أهل المنطقة الذي لا يصلي الجماعة ربما لا يعرفه أهل الحي ولو كان يعني في البيت المجاور له لأنه لا يرى لا يرى منه لا يرى ففي الاجتماع والتعاون على الطاعة الألفة بين الجيران وأهل الحي وأيضا فيه السلامة من إساءة الظن به لأنك لا ترىه أبدا يأتي إلى المسجد تقوله ويصلي في بيتي ويصلي في بيتي سنرى ذلك بعد ذلك لكن بعض الناس قد يسير الظن يقول لا نرىه في المسجد على الإطلاق فهل هو يعني يصلي أم لا يصلي نحن نحسن الظن به ونقوله ويصلي في بيتي لكن سنرى يعني كلام عن الصلاة في البيت وفي الحديث صلاة الملائكة واستغفارهم وفي الحديث أن صلاة في الجماعة في المسجد أفضل من خمسين وعشرين صلاة يصليها في بيته أو في صوقه أو في صوقه أكون بهذا وصلت نهاية حلقة الليلة بإذن الله أكمل كلام عن هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله وخضر أكتفي بهذا وصلي لهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبضو الحياة وعزها قرآننا نبضو الحياة وعزها